مساء الخير تحتفل دبي بزخم بارز للأحداث العالمية الكبرى على مدار العام أهمها هذه الأيام قمة المعرفة التي انطلقت أمس بتنظيم من مؤسسة محمد بن راشد المكتومة القمة تعمل على تأسيس عالم أكثر ابتكارا وازدهارا كما تستشرف على مدار ثلاثة أيام مستمرة إلى الغد مستقبل الابتكار عالميا وتسعى لتطوير كيفيات خلاقة من أجل توظيف ثورة المعارف الحديثة لصالح ازدهار البشرية في كل مجالات الحياة بينها قطاع التعليم الذي يحظى بأهمية خاصة في دولة الإمارات الحديث أكثر عن هذه القمة يسعدني أن أستضيف سعادة جمال بن حواري بالعضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد المكتومة مساء الخير وأهلا وسهلا بك سيد جمال بداية قمة المعرفة 2015 بدأت أمس تنتهي غدا بالمجمل فعاليات كبيرة وجلسات حوارية مهمة ولكن ما الذي يميز هذه السنة عن النسخة الماضية المؤتمر المعرفة 2014 كان عن الشباب وتوطين المعرفة وكان المؤتمر ناجح وأشيد به وبدأنا في العمل للمؤتمر الذي الآن منعقد ثم صدر قرار من رئيس المؤسسة سيدي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم حفظه الله أن يتحول هذا المؤتمر إلى قمة وقمة المعرفة اتخذت شعار الطريق إلى الابتكار وهو نفس الشعار الذي اتخذته الدولة بأمر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أهل انهيان رئيس الدولة حفظه الله لحث الدوائر والوزارات والشعب الإماراتي ومن يقيم في الإمارات على الابتكار الابتكار ليس أن تخترع شيئا الابتكار أن كيف تكون مديرا مبتكرا كيف تكون إداريا مبتكرا أن تبدع أن تبدع في أعمالك كلها هذا هو الابتكار الابتكار جزء منه كبير صح الاختراعات والأفكار الخلاقة لكن الابتكار كذلك في حياتنا كما يقول الشيخ محمد الابتكار أو الاندثار صحيح وكما قال سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد النهيان بأنه هو نفط المستقبل القمة تدور حول الابتكار وهناك كذلك أحداث أو مبادرات أو فعاليات مصاحبة هذا ما أرد أن أسألك عنه سيد جمال أحد أهم الفعاليات هو الإعلان عن نتائج مؤشر المعرفة العربي وأطلاق بوابة المعرفة للجميع ضمن المبادرات المشتركة بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدثنا عن هذا الجانب قبل هذا الجانبين هناك جانب أهم أو فعالية مهمة الجائزة جائزة سيدي صاحب السمو تحسألك عنها بعد قليل تفضل جائزة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلسة وزراء حاكم دبي رعاه الله هذه الجائزة هي جائزة عالمية تكرم رواد العلم والمعرفة في كل مكان وقد انطلقت قوية السنة الماضية ثم هذه السنة أقوى ونأمل أن تكون في السنوات المقبلة محط أنظار جميع الأكاديميين في العالم وهم الآن يسألون عنها بكثرة كرمت ناشنان جيوغرافيك على جهودها في نشر المعرفة منذ 150 سنة وحضر رئيسها رئيس ناشنان جيوغرافيك العالمية وكذلك كرم الياباني المختلع الذي اخترع رجل آلي يحاكي حركات البشر ومشاعرهم وكرم طبعا الإعلامي الأخي أحمد الشقيري على تحفيزه للشباب في برنامجي المشهور أما عن مؤشر المعرفة هذا مؤشر فريد من نوعه لأنه هو المؤشر الوحيد اليوم الذي يعطينا بمعايير قاسية معايير صعبة يعطينا واقع المعرفة في جميع الدول العربية ليس هناك أي مؤشر آخر في العالم غير هذا المؤشر الذي نستطيع أن نستهدي به لمعرفة الواقع المعرفي في الدول العربية وقلت له طبعا بالتعاون مع برنامج الممتحدة الأنماء قلت لا نريد المركز لا نريد المركز الأول والثاني والثالث يعني تصنيف الدول ولا نريد كذلك أن نمضي إلى موضوع أن السلبيات الموجودة في الوطن العربي ركزوا على الإيجابيات فعملنا بليلة نهار طيلة سنة حتى وصلنا إلى مؤشر المعرفة المطبوعة الآن وموجود في بوابة المعرفة التي سيتتكلم عنها بعد قليل الآن كل الدول العربية تعرف واقع المعرفة لديهم عبر أول شيء التعليم قبل الجامعي التعليم بعد الجامعي التعليم المهني التكنولوجيا المعلومات الابتكار والبنية التحتية هذه هي معايير وضعت المؤشر ومعايير قاسية وقوية لكن اكتشفت أن دولة مثل تونس متقدمة في الأبحاث يعني بلادنا العربية فيها الكثير فلسطين التي تحت الاحتلال وجدت فيها أنوار من المعرفة اليمن التي هي الآن في واقع صعب هناك أنوار من المعرفة مشجع وتشجع الدول العربية حتى الفقيرة لأن الفقيرة إذا اتخذت من المعرفة سبيلا لنهضتها فإن المعرفة والابتكار ستكون لها النفط لأن الابتكار هو النفط طيب اليوم الختامة بكرة ماذا ننتظر وباختصار لا صمحت غدا سيكون حديث عن الإعلام وكيف يقوم الإعلام بدولة صحيح مع كوكبة من الإعلاميين العالميين سيتحدثون عن دور الإعلام في مجال نشر المعرفة ونشر الابتكار لأن الإعلام هو أداة حاسمة لنشر المعرفة ونشر الابتكار أنا أشكرك سعادة جمال بن حويري بالعضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم شكرا جزيلا لحضورك معنا ونقدر أنه اليوم أنت كنت عبان ومبارح لجهود الكبيرة في القمة ولكن شكرا لحضورك معنا شكرا لحضورك